يقول ما حكم من يقر ويؤمن بجميع الرسل لكنه لا يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما بما أتى به موسى وذلك في هذا العصر بعد برثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع حتى قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فالذي لا يؤمن بشريعة محمد ويبقى على دين اليهود أو دين النصارى هذا كافر بالله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وذكر عن اليهود والنصارى أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يجدون محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أما من لم يؤمن به ولم يتبع النور الذي أنزل معه فهو كافر قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار